أهلا بكم في محونا الأخير في تخطيتي العدواني على قطاع غزة ونبحث فيه التطورات الميدانية والعسكرية في القطاع أرحب بالخبير الاستراتيجي والعسكري الأستاذ نضال أبو زيد نضال بك مساء الخير أهلا وسهلا زيد وأبدأ اليوم بعكس العادة من مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء الطبي وما يحدث هناك والآن قبل اللحظات هناك استهداف جديد لمحيط هذا المستشفى المحاصر من قبل لبابات الاحتلال شو اللي بيصير في محيط مستشفى الشفاء بداية الأستاذ محمد مساء الخير وسعد الله مساءك أنت ومشاهدك الكرام حقيقة إذا ما أخذنا شمولية العمليات العسكرية نجد أن هناك تصعيد على مختلف المواقع في مختلف المحاور هناك تصعيد في مختلف المحاور هناك إصابات لقوات الاحتلال الملفت أن هناك تصعيد غير مألوف على الجبهة الشمالية بالتحديد مع حزب الله نذهب الإجابة على سؤالك وما يتعلق بموضوع مستشفى الشفاء كما وظهر أمامنا على الخارطة مباشرة أستاذ محمد هذا الصورة اللي ظاهرة هي مجمع الشفاء بالمناسبة مستشفى الشفاء هو جزء أو مبنى من مجمع طبي كبير وهو أكبر مجمع طبي موجود في غزة مساحة هذا المجمع تقريبا حسب ما أشارت المصادر هو تقريبا 200 متر محيط المستشفى وبالتالي هو منطقة ليست قليلة وليست صغيرة يعني هي منطقة كبيرة وتحتاج إلى قوة عسكرية أيضا في حال اقتحابها هذا المجمع الطبي ما تم من عمليات عليه وكما تكلمنا يوم أمس معظم القوة توجهت من حي النصر في قلب غزة باتجاه مجمع الشفاء وجزء من القوة المتوجهة من مخيم الشاطئ اتجهت باتجاه مجمع الشفاء الذي ظاهر أمامنا باللون بالنقطة الحمراء هنا وبالتحديد على هذه المنطقة هذا الشيء لهو مستشفى الشفاء وهذا الموقع بالتحديد الذي تريده إسرائيل أو تهدف إسرائيل للوصول إليه ما تم تدميره قبل ساعتين تقريبا من مجمع الشفاء هو الجهة الجنوبية الشرقية منه بالتحديد على هذا المبنى الذي ظاهر على الخارطة المباشرة وهو قسم الولادة وقسم القلب وبالتالي يبدو أن قوات الاحتلال لا تزال تهدد وتحاصر وهو كما ظاهر من خلال الدبابات التي ظاهر على الخارطة المباشرة هذه المدرعات الإسرائيلية المتجهة جزء منها من مخيم الشاطئ وجزء منها متجه من حي النصر وبالتالي تريد هذه المدرعات الإسرائيلية التوجه إلى محاصرة مجمع الشفاء بالكامل وهو محاصر اليوم هي تريد الإطباق عليه بالكامل هي تريد تهديده قامت بقصف قسم الولادة وقسم القلب مع ساعات المغرب اليوم أعتقد ستستمر بعمليات القصف وليس التدمير هي تريد تهديد المجمع لإخلاء جميع ما فيه وكما حدث في مستشفى الأطفال في حي النصر الذي أخرجت منه جميع المرضى بالقوة لكن حديث أمس كان واضح أن من تبقى في المستشفى جلهم جرحة أو نازحون فرون من الحرب ومن العدوان ومن الخنكين مدير مجمع الشفاء أعلن قبل دقائق عن وفاة كل المرضى الموجودين في قسم الأي سيو وبالتالي انقطاع الكهرباء انقطاع الوقود وانقطاع الأكسجين عن هذا المجمع يبدو أن عملية الحصار التي تريدها قوات الاحتلال هي أصبحت متكاملة لكن ما الغاية عسكريا من هذه الحالة وهذا الانتشار للدبابات في محيط المستشفى والقنص عمليات قنص مستمرة لكل من يحاول مغادرة هذا المستشفى أستاذ محمد يعني أخرج بنموذج سابق من أحد العمليات العسكرية وأسقطه على مجمع الشفاء حتى تكون الصورة واضحة رأينا في عمليات بغداد 2003 تم صنع حالة أسطورية لمطار بغداد وصنعت هذه البروباقاندا على مطار بغداد أنه في حال سقوط مطار بغداد ذكرت هذا يوم نعم وهذا النموذج تماما الذي ذكرته يوم أمس يتطبق أو يتنفذ تقريبا مع كل ساعة يؤكد عليه قوات الاحتلال من خلال تقدمه من المجمع الشفاء هم يريدون الوصول لمجمع الشفاء على اعتبار أنهم رسموا صورة نمطية لهذا المجمع أنه هو السي تو بالنسبة لقوات المقاومة يعني الكومند كونترول القيادة والسيطرة لقوات المقاومة تهاجم هذه وتحديدا سرايا القدس تعلنها تهاجم هذه القوة التي تتواجد في محيط مستشفى الشفاء ومجمع الشفاء الطبي ويعني في هذه الخارطة التي يتضع فيها هذا المستشفى من أين تبدأ وتنتهي حجمات المقاومة اليوم في محيط هذا المجمع الطبي نحن أمام مشهد زي ما هو ظاهر على الخارطة تماما أمامنا قوات الاحتلال تتقدم على الطرق الرئيسية وهو الطريق الواصل من حي النصر وهو كما ظاهر على الخارطة باتجاه مجمع الشفاء وهذا طريق رئيسي والطريق الآخر الذي تسلق قوات الاحتلال هو أوسع طريق بالمناسبة باتجاه مجمع الشفاء هو الطريق الواصل من مخيم الشاطئ باتجاه مجمع الشفاء وهو باعتبار الطريق القادم من الغرب باتجاه الجنوب الشرقي باتجاه مجمع الشفاء وهو هذا الطريق قوات الاحتلال لا تريد الدخول باتجاه مجمع الشفاء من المناطق المبنية أي من الأحياء لأنها لا تريد الاستدامة بالمقاومة من المباني هي تسلك الطرق الرئيسية وهنا أعتقد أن المقاومة أرادت لها ذلك أرادت لقوات الاحتلال أن تسلك الطرق الرئيسية لأن المقاومة تريد من قوات الاحتلال أن تفقد ميزة ميادين الرمي عندما نتكلم عن دبابة مركافة تسلك طريق رئيسي بين مناطق وأبنية يعني أن مدى الرمي للدبابة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن مدى الدبابة المركبة هو ثلاثة كيلومتر تقريبا والمدى المؤثر هو ثمانمائة متر وبالتالي هذا المدى المؤثر لا يتوفر للدبابة في المنطقة اللي ظهر على الخارطة أمامنا مباشرة والمناطق السكنية المكتظة هنا تكمن قوة المقاومة بحيث أنها تستكمن لقوات الاحتلال وتستغل فقدانها لما يدين الرمي من أجل الوصول إلى النقطة صفر واستهداف المدرعات الإسلامية وأنت ذكرت أن هدف العسكري من كل هذا هو إطفاء صورة على أقل تقدير لدى البعض بأن سقوط مجمع الشفاء في يد الاحتلال هو سقوط للمقاومة في قطاع غزة صحيح؟ نعم صحيح وأنا هنا بدي أجيء في ذات الإطار هناك من يقول أنه قد تكون نية ورغبة لدى قادة العسكريين لدى الاحتلال على تصوير هذا الأمر وكانه انتصار فيه داخل الكيان المحتل حتى يسمح ذلك أو يجد يسمح ذلك لهم بالخروج من القطاع بأنهم على أقل تقدير حققوا جزءا من انتصار المزعوب تماما إحنا قلناها على شاشة رؤية أكثر من المرة الاحتلال والكيان السياسي للاحتلال يريد الخروج بأي ثمن بنصر حتى لو كان هذا النصر مزيف وبالتالي هو يرسم صورة انتصار مزيف بوصوله واحتلاله لمجمع الشفاء بالمناسبة مجمع الشفاء هو مجمع مكتظ إذا ما أراد الاحتلال الدخول السيطرة على مجمع الشفاء هو يريد قوة مدرعة لكن إذا أراد تطهير مجمع الشفاء هو يريد تطهيره من ماذا؟ تطهيره من عناصر المقاومة إذا كان يشك في وجود مقاومة داخله لا يوجد مقاومة اليوم ما في رصاص طلعت من داخل مجمع الشفاء أي منطقة يتم السيطرة عليها يجب أن يتم تطهيره غير ذلك يتوقع خروج المقاومة منها في أي لحظة وبالتالي السيطرة لا تكفي على مجمع الشفاء هو يريد السيطرة على مجمع الشفاء وتطهير مجمع الشفاء وبالتالي بالصور اللي ظهر أمامنا وبهذا الحجم هو يحتاج إلى قوة كبيرة للدخول إلى داخل أروقة وغرف وأزقة مجمع الشفاء من أجل تطهيره غير ذلك فإن السيطرة لا تعني شيء بالنسبة للاحتلال وجود الدبابات محقصة هل تتوقع ذلك في قادم الساعات؟ يعني أنا أعتقد أن الاحتلال خلال الساعات القادمة وقلنا يوم أمس أننا نتوقع وصول الاحتلال إلى مجمع الشفاء الآن أنا أتوقع حتى نكون شفافين خلال 48 ساعة أن يتم السيطرة على مجمع الشفاء لكن لن يتم تطهير مجمع الشفاء لأنه يحتاج إلى وقت طويل بسبب حجم المجمع وبالتالي خلال 48 ساعة تطهيره هو دخول قوات المشام من غرفة إلى غرفة ومن ممر إلى ممر لأن الدبابات لا تكفي وهذا شو هدفه؟ هدفه تطهيره من أي عناصر من المقاومة موجودة داخل هذه الممرات أنت اليوم تحكي عن مستشفى محاصر منذ ثلاثة أيام صحيح؟ نعم هذا المستشفى من ثلاثة أيام من داخل المستشفى لم تطلق رصاصة واحدة تمام المقاومة تهاجم من الخطوط الخلفية للعدو صحيح؟ إذا كان الاحتلال يعلن أن الأنفاق الرئيسية والقيادة والسيطرة لقوات المقاومة توجد في الشفاء وتحت مبنى الشفاء إذن ماذا يعني محاصرة مبنى الشفاء أو السيطر عليه دون الدخول إلىه بقوات المشأة إذن أنت سيطرت على مبنى موجود مدرعاتك موجودة في محيط المبنى وجنودك لا يستطيعون الدخول لتحقيق الهتف الذي تريد هذا حدث عن ما تنفيه المقاومة جمهورة وتفصيل بالضبط هذا التنفيه هو يريد تحقق بما ينفع نعم كيف يريد التحقق بدون دخول قوات المشأة الخاصين به إلى داخل المبنى وإثبات أن هذا المبنى فعلا موجود فيه عناصر المقاومة وموجود فيه القيادة والسيطرة تحت مبنى الشفاء هل يستطيع ذلك؟ هذا ما تثبته الثمانية واربعين ساعة القادمة أكثر من ثمانية واربعين ساعة بقدروا يظلهم واكفين في موقفهم هجمات اللي بتعرضوا إليها الآن؟ لا أعتقد أكثر من ثمانية واربعين ساعة قوات الاحتلال يبدو أنها تريد كسب الوقت ومستعجلة في الوصول إلى الشفاء مستعجلة لسببين مستعجلة تريد إعطاء أو إرضاء القيادة السياسية بعد الخلافات التي تصاعدت بين الجناح العسكري والجناح السياسي داخل الحكومة الإسرائيلية تريد تحقيق أي نصر ولو كان مزيفا وتريد فقط إعطاء صورة نمطية للشارع الإسرائيلي أننا أنجزنا شيء في غزة الناطق الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي يخرج كل يوم لا يجد ما يقوله شوى أعداد الإصابات وأعداد الآليات المدرعة وهي النزر اليسير على جبهات أخرى في قطاع غزة اليوم كان كل التركيز على مجمع الشفاء لكن هل هناك أي تطورات عسكرية على باقي الجبهات؟ يعني إذا ما ذهبنا إلى خارطة غزة نجد أن غزة المدينة نجد أن هناك تقدمات ملحوظة لقوات الاحتلال بالتحديد إذا ما ذهبنا إلى شمال شرق غزة المدينة اليوم الاحتلال تكلم عن وجود تقريبا أعداد من قوات الاحتلال وصلت لم يفصح عن هذه الأعداد لكن أنا أعتقد أن قوات الاحتلال بالفعل وصلت إلى المشارف الشمالية من غزة المدينة وبالتحديد عند هذا المنطقة هذه المنطقة استطاعت من خلالها قوات الاحتلال السيطرة على جزء من شمال غزة هناك معلومات أخرى شمال مدينة غزة شمال مدينة غزة هناك معلومات أخرى تكلمت أن قوات الاحتلال استطاعت عبور الشاطئ والوصول إلى جزء كبير في هذه المنطقة بالتحديد تقريبا عند غرب مدينة غزة بالمناسبة هنا تأتي منطقة باب الهوى عند باب الهوى تقريبا المستشفى الأردني الميداني موجود في باب الهوى من باب الهوى إلى قلب غزة بالتحديد عند هذه النقطة لا تبعد المنطقة سوى أقل من واحد كيلومتر وبالتالي إذا بقيت قوات الاحتلال بهذه السرعة تتقدم أعتقد أنها قد تصل إلى قلب غزة خلال ساعات الليل الليلة لأنني في نفس الوقت أعتقد أن المقاومة قد هدأت ومؤشرات كثيرة منذ صباح اليوم لم نلمس عمليات كبيرة للمقاومة وفي ظل تتبعنا للعمليات السابقة هذا النموذج التبعة المقاومة في كل عملياتها هي تهدأ لمدة أربعة إلى خمس إلى ست ساعات ثم ما تلبث أن تجر قوات الاحتلال إلى منطقة تقتيل أو كماء مؤقتة لمدة ساعة أو ساعتين وبالتالي تجهز على قوات الاحتلال في تلك المنطقة لذلك أنا أعتقد خلال الليلة قد تصل قوات الاحتلال مرورا بالقرب من باب الهوى إلى قلب مدينة غزة وسيعلن الاحتلال عن ذلك ثم ما تلبث المقاومة خلال الأربعة وعشرين ساعة القادمة أن نسمع عمليات استهداف قد تكون من النقطة صفر للإحتلال في قلب غزة المدينة وهنا يريد المقاومة تريد جر الاحتلال أيضا عبر الطرق الرئيسية داخل غزة المدينة نعم إلى مات تستمر هذه الماء يعني هو لما تقولي أنا بيدخل غزة المدينة ويحتل أو يسيطر على وسط مدينة غزة هو لديه رسالة عسكرية ورسالة إعلامية نعم في غزة المدينة على قبل حتى تكون الصورة واضحة أستاذ محمد لغاية هذه اللحظة نتكلم عن 36 يوم من القتال ونتكلم عن اليوم 16 من العمليات البرية نحن تجاوزنا الأسبوع الثاني من العمليات البرية لم تستطع قوات الاحتلال الاستقرار والتمسك بالأرض في أي نقطة لها هي فقط ما زالت تراوح مكانها في بعض المحاور وأضرب لك مثلا حتى أعزز كلامي تكلمنا من هذه الشاشة من شاشة رؤية أن نتوقع أن طول خطوط الإمداد والذيل الإداري الطويل قد يغري المقاومة بأن تقوم باستهداف مؤخرة قوات الاحتلال وبالتحديد حددنا قد تكون العمليات في بيت لاية وبيت حنون اليوم صباحا سمعنا عن عمليات في بيت حنون راح ضحيتها خمس أربع أفراد وضابط برتبة رائد من قوات الاحتلال في بيت حنون أثناء محاولتهم لتحطير مدخل نفق وبالتالي لا زالت المقاومة تمتلك القدرة ومتماسكة وتمتلك القدرة على مواجهة الاحتلال أستاذي الكريم ما دامت المقاومة تتمتع بقدرة عالية من الـ C2 الـ Command Control القيادة والسيطرة فيها متماسكة وتستطيع إدارة عملياتها أعتقد أننا لازلنا نقول أن المقاومة تستطيع الاستمرار بعملياتها جبهة شمال فلسطين جنوب لبنان والاشتعال على هذه الجبهة تقييمك له عسكرية يعني اليوم حصل تصعيد في الجبهة الشمالية من الأراضي المحتلة وفي جنوب لبنان التصعيد غريب ليس معهودا هناك سبع قتلة من جيش الاحتلال نتكلم عن عمليات قصف لمستعمرات نهارية وشلومو هناك تهديدات لكريات شمونة وبالمناسبة كريات شمونة هي أكبر المستعمرات الإسرائيلية الموجودة في شمال إسرائيل الملفت فيما يحدث في شمال الأراضي المحتلة بالتحديد مع جنوب لبنان استخدام قذائف الميمدال تجاه المدنيين قصف ذبابة لقوات الاحتلال واستخدام الهاون مدافع الهاون أقف قليلا عند مدافع الهاون ولن أطيل عليك مدافع الهاون معروفة عنها أن رمايتها قوسية أي ترمي مدايات قصيرة بشكل قوسي وتستخدم في حالات الاشتباك القريب هنا يشير الأمر إلا أن قوات حزب الله أو عناصر حزب الله يبدو أنها اقتربت أكثر من قوات الاحتلال في المحور الشمالي من الأراضي المحتلة طيب هذا تطور بيقول أنت خطير دلالاته اليوم حزب الله استهدف ما استهدف والاحتلال استهدف ما استهدف لكن يوم بيأشر أنه والله سنذفع من وطيرة العمليات تجاه حزب الله حزب الله بدأ بعملياته بشكل متصاعد ما يحدث على الواجهة الشمالية من أراضي المحتلة هي عمليات استنزاف بكل معنى عمليات استنزاف بشكل واضح قوات حزب الله لا تريد انخراط في العملية والاشتباك المباشر مع قوات الاحتلال لأسباب جيوسياسية وأسباب استراتيجية تربطها بإيران وتربطها بالدور الإيراني في المنطقة حتى لا أبعد كثيرا عن العمليات الأسكرية حزب الله لا يريد الاشتباك مباشر على الأقل خلال هذه الفترة هو يريد الاستمرار على التماس مع قوات العدو ولا يريد الدخول في معركة مباشرة مع قوات العدو وأعتقد أن ذلك قد لا يرضي الحكومة الإسرائيلية ولا المستعمرات التي تم تهجيرها بالكامل بالمناسبة هي عبارة عن مستعمرات أشباح منذ مدة شهر تقريبا وبالتالي أعتقد أن الطيران الإسرائيلي قد يستهدف مواقع في جنوب لبنان خلال الأربعة وعشرين ثمانية وأربعين ساعة القادمة وبالتحديد في مزارع شبعة وهذا الاسهداف هدفه ماذا؟ هدفه إسكات نيران المقاوعة أو إسكات نيران عناصر حزب الله القادمة من جنوب لبنان إلى شمال الأراضي المحتلة طيب لبن رايح المشهد كله؟ المشهد لازال هناك عمليات تصعيد منضبطة إسرائيل تريد توسيع دائرة الصراع وقلته في أول لقاء عندكم على رؤية إسرائيل تريد توسيع دائرة الصراع لكسب الود الأمريكي والود الغربي أكثر من ذلك لكن الحزب الله يدرك ذلك ولا يريد الانخراط في معركة المقاومة لا تزال في وضع جيد يمكنها من خوض معركة دفاعية ناجحة طيب ذكرت مدافع الهاون وبدأ أرجع على مدافع الهاون بموقتة مهمة أنه هناك مدافع هون ثخيلة نعم هذا حديث للمقاومة ما يكون أو مدافع هون شو تريد؟ هناك الهاوتر وهناك المورتر المورتر هي أسلحة مدافع الهاون الواحد ثلاثين مليمتر وهي القصيرة أو الخفيفة وهذه تستطيع الجندي التنقل بها وأحيانا تحمل على ناقلة ومداياتها تكون أقصر وهي تعتبر من أسلحة الإسناد المباشرة لقوات المشاه لكن المدافع الهاون الثقيلة هي تعتبر من أسلحة المدفعية تستخدم للقصف المباش وتستخدم للتغطية أو لعمليات القصف التمهيدي قبل تقدم القوات إلى أي عملية برية طيب العمليات البرية في غزة كل غزة إلى أين؟ يعني أعتقد أن العمليات البرية قد تتصاعد خلال 24 ساعة القادمة بقدر يضرهم يتحملوا الآن كل ما يحدث في قطاع غزة جيش الاحتلال قادر على تحمل كل ذلك اليوم؟ كل هذا الضغط؟ نعم هو يستطيع تحمل ذلك وسيتقدم أكثر وسيحاول أكثر هو يدفع بتعزيزاته سمعنا كثيرا عن تعزيزات حتى دبابات وصلت إلى جبهات القتال وبالتالي هو مصمم قوات الاحتلال مصممة على تنفيذ أي هدف ممكن أنا لا أعتقد أنهم سيصلون إلى الهدف الذي وضعته القيادة السياسية وهو إنهاء حماس وخلق واقع عملي جديد لكن يريدون بأي ثمن وحتى إن كان ذلك على حساب تكاليف العملية العسكرية إلا أنهم يريدون الوصول إلى أي هدف والدليل على ذلك مجمع الشفاء بالمناسبة أود أن أشير إلى نقطة حصلت اليوم ولم يتم الترويج لها إعلاميا كثيرا لأنه وردت على بعض المواقع وأشار إلى هي بيان الجيش الإسرائيلي وهي إسقاط طائرة من نوع هيرون تي بي وهذه من طائرات الأيو إيفيز هذه من طائرات الاستطلاع المجنحة أي الطائرات بدون طيار وهذه الطائرة غالية الثمن تم تصنيعها إسرائيليا أمريكيا مشتركا وهذه تعتبر أيضا من فخر الصناعات الإسرائيلية لأنها تطير لمسافات طويلة ولأوقات طويلة واليوم شاهدنا مقاطع فيديو تم بثها من قبل المقاومة متسريبة على مواقع التواصل الاجتماعي وفوجئنا بأن الاحتلال أعلن عن إسقاط هذه الطائرة مع ساعات العصر تقريبا وبالمناسبة هذا ما يعزز ما كنا نقوله سابقا أن القوات الاحتلال تخشى من أسلحة الميمطة المتواجدة لدى المقاومة تملك المقاومة المزيد من مفاجآت على أرض الميدان؟ أعتقد نعم أعتقد أن المقاومة لا تزال تمتلك المزيد وأعتقد أننا قد نسمع عن العبوات المتفجرة كلما اقتربت العمليات من الاشتباك المباشر أكثر من ذلك وخاصة بالقرب من المدن المدن خطيرة والأبنية أخطر وبالتالي العبوات المتفجرة داخل المدن هي كارثة بالنسبة للقوات الاحتلال الدخول للقطاع التوغل في القطاع ونتابع مشاهد لما كان اليوم في جنوب لبنان جبهة جنوب لبنان تتسع متى برأيك؟ هل ينفذ احتلال وعده على أقل تقدير ويهاجم بشكل أوسع مناطق حزب الله في جنوب لبنان؟ المتغيرات كثيرة فيما يتعلق بجبهة جنوب لبنان سواء المتغيرات السياسية أو المتغيرات العسكرية من المبكر جدا الحكم على جبهة جنوب لبنان لكن خلال الثمانية واربعين ساعة القادمة لا أعتقد أن هناك تصعيد مباشر واشتباك مباشر في جبهة جنوب لبنان إلا أنه سيكون هناك قصف أعتقد من قبل الطيران الإسرائيلي تجاه جبهة جنوب لبنان لا ننسى أننا في منتصف شهر 11 وبالتالي بدأت حالة جوية تسوق في مناطق غزة وفي مناطق جنوب لبنان وهذا ليس من مصلحة الطيران الإسرائيلي هذا ما سيدفع لأن تكون الثمانية واربعين ساعة القادمة حاسمة نعم أشكركم للشكر نضال أبو زيد الخبيل للإستراتيج والعسكري أشكركم للشكر لحضورك معنا